يعني أستاذ أحمد هنتقل لحضرتك بالسؤال يعني المواطنة والسلام المجتمعي هذا هو الشعار الدورة الحالية والحقيقة أنه الزراع الإعلامي لأي دولة هو ذراع قوي ومن أقوى الأضرع الحقيقة عايزة أعرف من حضرتك إزاي نقدر نصيغ رسالة إعلامية تتكلم وترسخ أكتر عن التسامح والمواطنة والسلام المجتمعي خاصة في ذلك الظروف اللي يمكن الدول الإسلامية والعربية بتمر بيها أو بعضها بيمر بيها وأيضا في تواكب كمان العصر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ده من الأهداف اللي هو الآن اسم الدورة نفسه قصص المواطنة يعني إحنا عايزين الإعلام المحلي عموما لما نجي يتكلم أنت عندك الفترة الأولى الحاجة الأولى والأساسية هو المواطنة المواطنين في داخل دولتك يعني لا تفرق بين المواطنين فبالتالي اسمه المواطنة والسلام المجتمعي طول ما فيه عدم تفرغة أكيد أنت ستوصل للسلام المجتمعي فدي كانت باكورة الدورات التنفيذية اللي إحنا عملناها بمتعاون مع طبعا مدارة الأوقاف فزي ما بتفضل الدكتور علي القرض إحنا الإعلامين اللي وصلوا للدورة وأخذوا هذه الجرعة التثقيفية العالية جدا جدا والمركدة جدا جدا في الفترة الزمنية القصيرة القرض منها أن هؤلاء المزيعين اللي هم مؤثرين في دولهم ينقلوا هذه الخبرات اللي هم خذوها الآن عشان يرسقوا لهذه المفهوم المواطنة أن الدولة لا تبنى إلا عن طريق المواطنة إذا الآن المفهوم زمان كان عدم وجود دولة أو الدول كانت الحركة فيها السهلة وممكن الآن أصبحت يوجد وطن فكلمة وطن أصبحت هي المحيطة اللي أنت موجود في داخله فبالتالي من حقك أنت كإعلامي أو من حق الدولة أنك أنت تبرز المواطنة في داخل الدولة حتى يكون هناك السلام مجتمعي حتى تسير الدولة وتتفرق إلى التنمية لا تتفرق إلى الاختلافات البسيطة بين المواطنين هذا مواطن درجة أولى وهذا مواطن درجة تاني لا نتحدث المواطنة بصفة عامة